طلبة أهلاً وسهلاً بكم بدرس جديد من سلسلة دروس مادة اللغة الإنجليزية للصفة السادس الإعدادي في هذا الدرس سوف نصلط الضوء على تمارين من أهم تمارين الوحدة الأولى ألا وهو unit 1, lesson 2, exercise B من التمارين المهمة جداً والتي دائماً ما ترد في الامتحان الوزاري على شكل إكمال الجمل بالطريقة الصحيحة منطوق السؤال بمعنى هنا نعتمد عليماً على العنوان باعتبار العنوان أو منطوق السؤال مهم جداً بقى أحد الأفعال في الماضي المستمر والآخر في الماضي البسيط أنا أربط جملتياً واحدة تكون بالماضي البسيط أو الماضي المستمر والأخرى بالماضي المستمر أو الماضي البسيط يعني هنا العملية متعاكسة هي إما الأولى بالماضي البسيط والثاني بالماضي المستمر أو بالعكس ماضي المستمر والثاني بمن تكون بالماضي البسيط قبل أن أبدأ أحل التمارين سأصلد الضوء على البسيط 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 بكل اختصار بكل اختصار الطالب لازم يركز على معلومة أساسية وهي جملة الماضي البسيط تبدأ بفاعل أنا سأنزل الفاعل كما هو دون أي تغيير زاد عندي فاعل ما بين أقواس هنا ما نقول نقول تغيير الفاعل هذا الفاعل الذي يطينيه بين الأقواس أغيره المن أغيره راح أغيره إلى زمن الماضي راح أغيره إلى زمن الماضي وهنا الماضي الفاعل راح يكون هي إما قياسي أو شاد الفاعل شي يكون يا إما قياسي أو شاد زائد تكملة الجملة وتنتهي بمن تنتهي بنقطة عيد القاعدة أو الصيغة الجملة تبدأ بفاعل ينزل الفاعل كما هو دون أي تغيير هنا أجل الفاعل أغيره الفاعل شوي أغيره أغيره إلى زمن الماضي راح يكون الفاعل يا إما قياسي أو شاد قياسي بإضافة الـ D والـ E D هو الشاد اللي يتحول من شكل إلى شكل آخر اللي ينطينا فعل جديد يعني هنا مجمل الكلام مجمل الكلام إنه أنا راح أغير الفاعل الفاعل اللي يطينيه بين الأقواس راح أغيره إلى صيغة الماضي أما قياسي أو شاد أنا هنا اعتمدت يا حالة اعتمدت حالة واحدة وهي حالة الإثبات ما أريداني من الماضي البسيط فقط حالة الإثبات أجل الفاعل اللي موجود بالجملة أغيره كل شيء ما أسوي للجملة الفاعل ينزل نفسي وتكملة الجملة تنزل كما هي دون أي تغيير بعد شغلة ثانية هذا الموضوع أو هذا التمرين بالدرجة الأساس حتى أربط ماضي بسيط بماضي مستمر الآن لازم أعتمد على اليمن على أدوات الربط أداة الربط عندي اثنين اللي هي الأولى وين والثاني أنت وين أو أنت الوين والأنت دائما وأبدا ما يأتي بعدهم وين ما أشوف أنت وين وأنت يعني بسيط أين ما حلت وين وأنت تلقائيا الجملة الأخرى بمن راح تكون بالPast Continuous أي بمعنى بالماضي المستمر راح أجي أيضا أسلط الضوء على الPast Continuous Past Continuous شان الPast Continuous؟ معناتها الماضي المستمر الماضي المستمر راح أخذ بي حالتين الماضي المستمر كما موجود بالمنهج الحالة الأولى هو حالة إثبات والحالة الثانية هو حالة نفي فاعل الجملة أنزل نفسي تدمن أي تغيير بعده إذا كان الفاعل مفرد مفرد أضيف فص إذا كان الفاعل جميع شضيف أضيف where زائد الفعل اللي يطينها بالجملة شضيف له ing زائد تكملة الجملة وتنتهي بيمن تنتهي بنقطة أعيد الصيغة في حالة الإثبات أنزل الفاعل إذا كان الفاعل مفرد أخلي واضح وإذا الفاعل جمع شخلي where الفعل شضيف له أضيف ل-ing مع تطبيق الملاحظات الإملائية الخاصة بإضافة ال-ing ومن ثم تكملة الجملة وبيمن تنتهي تنتهي بنقطة في حالة النفي هذا الفاعل ينزل كما هو دون أي تغيير زائد للمفرد wasn't شخلي للمفرد wasn't هذا إذا كان الفاعل مفرد أما إذا كان الفاعل جمع شقول أقول weren't إذا كان الفاعل جمع وبعدهم أيضا شضيف للفعل ing زائد تكملة الجملة وتنتهي بيمن تنتهي بنقطة هذه حالة حالة النفي هسا واحد يسألني أو طالب يسألني شنو التغيير اللي صار على جملة past continuous شنو التغيير اللي صار التغيير اللي صار بكل بساطة بإضافة was the where and ing والزوار والفاعل شنضيف له ing أما إذا كانت نفي شون دلالة النفي بين الأقواس نوت ومصدر مجرد ش راح أقول wasn't or weren't والفاعل شي ياخذ ياخذ ing بكل بساطة التغيير اللي صار على الماضي المستمر past continuous بإضافة was the where was في حالة المفرد و where في حالة الجمع والفاعل شضيف له ing وفي النفي wasn't or weren't والفاعل شضيف له ing ومن ثم تكملة الجملة ونقطة في حالة الإثبات وفي حالة النفي أدوات الربط اللي أستخدمهم هي past continuous هم while و as while و as دلن اثنينات هم إذا أجو يعني ش يجين وراهم يجين وراهم past continuous past continuous شنو ال past continuous معناتها الماضي المستمر الواضي المستمر كما يعني شرحناه بالأعلى هسه عندي أداتي الربط للماضي المستمر while و as وين ما شوف while و as وراهم شنو ماضي مستمر أينما حلت while و as شي يجين وراهم ماضي مستمر الجملة الثانية تلقائيا بمن تكون راح تكون بالماضي البسيط إذن أركز على معلومة أساسية ألا وهي شنو المعلومة شتقول إذا لقينا وين و and يجين وراهم past simple شنو بالpast symbol أغير الفعل فقط إلى الزمن الماضي إما قياسي أو شنو إذا إجانوا while us أقول إهنا الجملة اللي تجين بعدهم ماضي مستمر ماضي مستمر past continuous شنو بالماضي المستمر أضيف والزور والفعل الشضيف له أضيف ل-ing بالاعتماد على الفاعل دون التغيير في بقية الجملة إذن الملاحظة المهمة الملاحظة المهمة هو الانتباه إلى منطوق السؤال أحد الأفعال في الماضي المستمر والآخر في الماضي البسيط أو أحيانا أخرى شيء يقولي correct شنو correct؟ correct بمعنى صحة طبعا التصحيح أنا أعتمد عليه من أعتمد على أداة الربط أداة الربط أنا عندي أربع أدوات ربط الوين تأتي في بداية الجملة وفي وسط الجملة أنت حصرا في وسط الجملة الوايل والآز الوايل والآز اثنين يأتي في بداية الجملة أو في منتصف الجملة راح أصلت الضوء على التمرين بالنقاط اللي مذكورة بي I think about you and I think about you and then you ring me هنا أول شغلة أسويها لازم أبحث عن أداة الربط على اليمن عن أداة الربط أجئت هنا لأجئة الانت هذه الانت هي أداة الربط حددتها حسب القاعدة الانت يجين وراها يجين وراها ماضي بسيط أكتب هنا بكل بساطة ماضي بسيط وهنا لازم الجملة بي من تكون تكون بالمستمر بمن تكون بالمستمر أنا راح أحل لطريقة سهلة أجئت هنا ماضي مستمر بماضي بساطة ما أفعله بالماضي المستمر أنزل الفاعل نزلت الفاعل بما أنه مفرد ما ضفت له ضفت له وظ الفعل think بس يضيف له I N G دون التغيير في بقية الجملة هذه الجملة ما أغيرت به أجئت للأداة تشبيهها الآن نزلتها الآن الوراها نزلتها ما لعلقة بيها اللي بعدها فاعل الجملة نزلتها بالماضي البسيط شغير أغير بس الفعل هذا الفعل في زمن المبارع طبعا دائما وأبدا هو الأفعال اللي يطنيوهم ما بين الأقواس يتكون بصيغة المصدر المجرد دائما وأبدا فأغيرهم إلى زمن الماضي شي يصير يصير wrong وكمل الجملة للأخير وش أخلي نقطة شن التغيير يصار بالماضي البسيط غيرت بس الفعل وفي الماضي المستمر ضفت وظور والفعل اضفت ل-ing هنا الفاعل مفرض ضفت وص أما إذا كان جمع الشطيف أضيف أجل الجملة الثانية عندما أجل أداة ربط نعم هذه أداة الربط أحددها حددت أداة الربط أكتب هنا مستمر وأكتب هنا الجملة الثانية شي أكتب عليها بسيط حتى أعرف أني راح الجملتين واحدة بالماضي المستمر والآخر بمن بالماضي البسيط أجلت نزلت الأدات اللي هي وائل نزلتها وفاعل الجملة علي نزلته علي مفرد ش أضيف لأضيف لوص الفعل هذا لازم أحذف ال-e عند إضافة ال-ing ش أقول أقول having وكمل الجملة الحد الفارزة الجملة الثانية اللي بعد الفارزة جملة ماضي بسيط ش أقول somebody somebody هذا الفعل من الأفعال القياسية اللي يتحول إلى الماضي بإضافة شنو بإضافة ال-ed وكمل الجملة للأخير دون أي تغيير عن تكملة الجملة أبد ما لعلاقة بها شغلة بيمن شغلة فقط بالأفعال أجيت للجملة الثالثة أجيت أجيت أحددها بالطريقة اللي علمتكم عليها ش أقول هنا راح أقول بسيط وهنا ش راح أقول مستمر أحل الجملة الأولى بالمستمر والثانية بيمن بالبسيط الآي ما يأخذ ويا يأخذ ويا وز الفعل clean فعل صافي أضيف له ing فقط وأكمل أجل ont الفاعل الجملة الثانية ينزل find من حول هل ما دعو ما تصير found وأكمل الجملة للأخير دون أي تغيير شنو التغيير اللي صار غيرت الفعل فقط وهنا اضفت وز والفعل اضفت له اضفت ing جيت للجملة اللي بعد لقيت اضافة الربط وين شي جيني بعد وين حسب القاعدة بسيط اكتب هنا فوق الفعل هذا شنو بسيط وهذا الفعل شاقول عليه مستمر نزلت الجملة شاقلت شريفة اللي هو فاعل الجملة بما انه مفرد اقول wasn't شاقول wasn't الفعل drive من اريد اضيف ing وكمل الجملة اوصل الوين اللي هي اداة الربط وين اقيد انزل الفاعل مالتها the child هذا الفعل من اريد احاول الماضي يصير r a n وكمل الجملة للاخير دون اي تغير دون اي تغير هنا غيرت الفعل وهنا اصدفت wasn't والفعل ing شوف بما انه عندي not اذا معناها من فيها جملة بالماضي المستمر اقول wasn't واقول ing اجيئة الاداة الربط اللي هي while شجيني بعد ال اقول فعل هيكون مستمر زمن ها مستمر وهنا انا اقول بسيط اوكي انزل فاعل الجملة البسيط الفعل take يصير took اكمل الجملة اجل ال 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 نزلت ال مفرد لو جمع اقول ال جمع الشي ياخد بالماضي المستمر ياخد الفعل من ال افعال اللي علي ملاحظة نضاعف حرف الم وش نضيف ing حرف صحيح واحد قبل حرف الا واحد نضاعف الحرف الصحيح وش نضيف انضيف ing جيت الجملة اخرى ايضا اش لقيت اداة الربط us خلنا اقرأ لكم الجملة شو تقول الجملة she tell us to be quiet as we make too much noise us راح اقول اهنان مستمر او told واكمل الجملة لحد اداة الربط us ال we مفرد له جمع جمع اشتاخذ وياها where هذا الفعل ب e نحذف ال e عند اضافة ing ونكمل الجملة الاخير وش نخلي نخلي نقطة اجيت للجملة السابعة my sister hid hide my birth under the bed while i not look اجيت هنا لقيت while اداة الربط while حسب الترتيب شو اقول جملة ها مستمر والثانية تكون بالماضي البسيط اجي انزل فاعل جملة الماضي البسيط اللي هو my sister الفعل hid من الافعال الشاد ها يصير hid فقط بحث ال e يتحول الى الماضي اكمل الجملة الاخير دون اي تغيير وصلت ال من وصلت ال while while شجين وراها ماضي مستمر i الجملة من في اشتاخد وزن والفعل لك فعل صافي اضيف ل اضيف ل i and g دون التغيير به جيت للجملة الاخيرة as she carry the shopping from the car my grandmother sleep and break her uncle اجيت لقيت اداة الربط في بداية الجملة راح قبل شقول اقول جملتها مستمر والجملة الثانية راح تكون بسيط اوكي اجي انزل الاز اللي هي اداة الربط بالماضي المستمر الشيش تاخد وز الفعل carry لازم نتوقف عنه عند اضافة عند يعني اذا فعل انتهى بال y فقط انضيف ing دون التغيير في بقية الفعل يعني انزل الفعل نفسه ما اقلب الواي قبل اضيف ing واكمل الجملة للاخير اجي هنا اقول my grand mother هذا الفعل slip عليه ملاحظة شو نقول حرف صحيح واحد قبل حرف الا واحد نضاعف الحرف الاخير وش نضيف ايدي اقول aunt رابطة هنا الفعل break شي صير ايصير broke وكمل الجملة للاخير دون اي تغيير حليت ايدي بطريقة سهلة جدا حتى ما يدوخ الطالب بالتفاصيل الماضي البسيط او الماضي المستمر بكل تفاصيل مجرد لقيت when on قلت الجملة تكون بالماضي البسيط لقيت while us قلت تكون بالماضي المستمر شو اقوم بالماضي البسيط اغير الفعل فقط دون التغير في بقية الجملة شو بالماضي المستمر اضيف وزل المفرد ووير المل الجمع والفعل شو اضيف ل ing ing طبعا الوقت ما يسان اخذ فترة قليلة للدرس حتى اقدر رفعها على الانترنت لذلك لدي تداخلات هواي بالخصوص هذا التمرين لا وهي يعني اطلع الى افعال اللي بصيغة المضارع احولها للماضي على حدة للطلاب عادة وكذلك الافعال اضيف لها ing يعني الافعال بصيغة المصدر المجرد احولهم الى الماضي والافعال بصيغة المصدر المجرد شظيف لهم عادة ing حتى يعرف الطالب انه التغيير اللي صارت على هذا الافعال الى هنا عزائي الطالب هي انتهي درسنا الى هذا اليوم على امل اللقاء بكم ودرس اخر بابن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله